بعد أن تعلمت كيفية كتابة الجمل الشرطية البسيطة في لغة البرمجة بايثون وتعرفت أيضا على ما الذي سيحدث إذا تحقق الشرق حان الوقت الآن لتتعلم ما الذي سيحدث عندما لا يتحقق الشرق بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد الدرس الثالث بعنوان اتخاذ القرارات وسنتعلم في هذا الدرس كيفية استخدام جملة FL الشرطية حيث أنه إذا تحقق الشرط فسيتم تنفيذ عملية أو عمليات محددة وإذا لم يتحقق فسيتم تنفيذ عملية أو عمليات أخرى محددة وكما تعلمنا سابقا سيتم استخدام المسافة البادئة لتحديد العبارات التي سيتم تنفيذها في كل مرة مثال مقارنة ما بين رقمين حيث يقارن هذا البرنامج ما بين قيمة الرقمين ثم يقوم بطباعة الرقم الأكبر مثال على رقم موجب أو سالب يقوم هذا البرنامج بقراءة البرنامج ومن ثم يتحقق مما إذا كان الرقم موجبا أم سالبا ومن ثم يقوم بطباعة الرسالة المقابلة جملة F الف في الجملة الشرطية السابقة كان على المستخدم اختيار أحد خيارين أما في هذا النوع من جمل F الشرطية فإنه يجب على المستخدم أن يحدد خيارا من بين خيارات متعددة حيث يتم تنفيذ عبارات F الشرطية من الأعلى إلى الأسفل علما أن البرنامج يقوم بالتحقق من جميع الشروط واحدا تلو الآخر فإذا تحقق أحد الشروط فإنه سيتم تنفيذ ما تحت هذا الشرط وبناء على ذلك سيتجاوز باقي الشروط أما إذا لم يتحقق أي من هذه الشروط فإنه سينفذ في النهاية جملة else والتي تستخدم عادة من أجل تنفيذ الاحتمال الأخير من الشرط وهكذا مثال على رقم موجب أو سالب أو صفر حيث يستخدم البرنامج في هذا المثال جملة F الف وذلك من أجل أن يقرأ رقما ومن ثم يتحقق مما إذا كان هذا الرقم موجبا أم سالبا أم صفرا ومن ثم يقوم بطباعة الرسالة المقابلة في نهاية المطاف مثال على درجات الطلبة حيث يقرأ هذا البرنامج درجة الطالب ثم يقوم بطباعة الرسالة المقابلة هل هي ممتاز أم جيد جدا أم يظهر له رسالة اجتهد أكثر إذا نجرب بنفسك ما القيمة التي يجب إدخالها حتى تظهر عبارة جيد جدا نلاحظ في هذا المثال أنه في الشرط الأول إذا كانت قيمة المتغير جي أصغر من الرقم صفر وكذلك أكبر من العشرة فإنه سيظهر العبارة هذه الدرجة غير صالحة أي أن الدرجات لابد أن تكون محصورة ما بين هذين الرقمين وفي الشرط الثاني إذا كانت قيمة المتغير أكبر أو تساوي الرقم ثمانية أي أنها ستكون ثمانية أو تسعة فإنه سيظهر العبارة ممتاز وفي الشرط الثالث إذا كانت قيمة المتغير جي أكبر أو تساوي خمسة أي أنها تتضمن الأعداد من خمسة إلى سبعة فإنه سيظهر العبارة جيد جدا وما عدا ذلك أي أنها ستكون أصغر من الخمسة وأكبر من الصفر فإنه سيظهر لها العبارة اجتهد أكثر لنطبق معا التدريب الأول قم برسم المخطط الإنسيابي للبرنامج التالي أحسنتم إجابة صحيعة التدريب الثاني وفقا للبرنامج الذي يظهر أمامك ما نتيجة المتغير نم؟ إذا كانت قيمة المتغير نم تساوي ثمانية عشر وما نتيجة المتغير نم؟ إذا كانت قيمة المتغير نم تساوي سالب سبعة وما هو وظيفة البرنامج؟ أحسنتم إجابة صحيحة إذا نلحظ أنه في حالة كانت قيمة المتغير نم تساوي ثمانية عشر فإن الناتج سيكون موجب ثمانية عشر وإذا كانت قيمة المتغير نم تساوي سالب سبعة فإن الناتج سيكون موجب سبعة إذا ما وظيفة البرنامج؟ يقوم هذا البرنامج بحساب القيم ومن ثم يقوم بطباعة القيمة المطلقة للرقم علما أن القيمة المطلقة تكون موجبة دائما وهكذا التدريب الثالث أرسم مخططاً إنسيابياً لإدخال درجة حرارة اليوم ومن ثم يقوم بطباعة إحدى الجمل التالية ومن ثم قم بكتابة البرنامج أحسنتم إجابة صحيحة إذن هذه أبرز نقاط درسنا لهذا اليوم نرجو أن تكونوا قد استفدتم وستمتعتم هذا بالله أعلم وصلي الله وزلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين